يعزم بعض الناس على فعل محرم فيبتعد كثيرا حتى لا يراه أحد وينسى أن الله تعالى يراه فهو سبحانه القريب قال تعالى إنه سميع قريب فهو سبحانه قريب من كل متكلم يسمع كل ما ينطق به أقرب إليه من حبل الوريد فهو القريب من كل أحد وقربه نوعان قرض عام من كل أحد بعلمه ومراقبته ومشاهدته وإحاطته وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد وقرب خاص من عابديه وسائليه وهو قرب يقتضي المحبة والنصرة والتأييد والإجابة للداعين والقبول والإثابة وهو المحيط بالأشياء كلها علما لا يعزب عنه شيء منها وكل شيء تحت قدرته وسلطانه وحكمه وتصرفه قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وهو القريب ممن يدعوه بالإجابة ولهذا يقرن اسمه القريب باسمه المجيب وهذا القرب لا تدرك له حقيقة وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده ومن آثاره الإجابة للداعين والإثابة للعابدين ولا منافات بين علو الله تعالى وقربه فهو سبحانه قريب في علوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع أناسا يرفعون أصواتهم بالتكبير يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بها فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب فمن آمن بأن الله هو القريب استحيا منه فلم يتجرأ على معصيته مع علمه بقربه قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ومن آمن بأن الله هو القريب اطمأن برعايته وعنايته فالطفل يطمئن إذا أحس بقرب والديه منه فكيف لا يطمئن من يؤمن بقرب ربه العظيم وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله تجده تجاك ومن كان الله حافظه وأمامه فممن يخف ومن آمن بأن الله هو القريب أكثر من دعائه ورجائه قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون